دايماً الشد الخلفية من الدرجة التانية من أسبوعيل لتلاتة ده اللي أنا فاكره يعني من أسبوعيل لتلاتة عشان ما نبقاش فيه ده أنا بقول تخيولي أنا ممكن يكون دكتور أحمد جبالله وأنا ننتظر الإعلان الرسمي من النادي ولكن ده اللي أنا بتخيله وده اللي أنا عارفه ممكن تكون بقى مع تقدم الطب وتقدم حاجات كتيرة الأمور تكون أقل شوية وسام أبو علي ألف سلامة طبعاً تعرض لإصابة بجزع في أربطة الكاحل وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخراً وأيضاً الدكتور أحمد جبالله طبيب الفريق قال إن وسام بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأ تنفيذه أمس على هامش الميران الجماعي للفريق أشار أيضاً جبالله إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل التخلص من الإصابة ربنا رجعهم لنا بالسلامة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده دايماً إحنا محتاجين كل اللاعبين خلال المرحلة اللي جاي وقت قصير مباريات كتيرة فبالتالي محتاج كل اللاعبين طبيب الفريق دكتور أحمد جبالله أيضاً قال إن مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظم الوج أثناء مشاركته في تدريبات أمس وتم نقله لأحد المستشفيات أوضح أيضاً إن مخلوف أجرى العديد من الفحصات والأشعات اللازمة ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء أشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف باتت مستقرة اليوم وسوف يحصل على رحص البيع لمدة أسبوع ويبدأ بعدها عمل فحصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيي